على الجهة المقابلة بيانات مخزية من أغلب الدول العربية اللي خرجت منها بيانات متشابهة بشكل كبير جداً في المواقف بالأمس غاب ممثلي مصر والسعودية وحضرت سلطنة عمان والإمارات والبحرين وشرحت لك قصر الصراعات الموجودة وأن مصر والسعودية عايزة تعمل قال إيه مش يعني المستحية رغم أنه هم اللي مخططين كل حاجة وهم اللي موضبين ولا يوجد ريحة خيانة بتحدث الأمة إلا من بحى مصر والسعودية الشيء بس تبقى فهم يعني كل بيتساءل إيه الموقف الحقيقي هيشاركوا هينسحبوا الأراضي المصرية خصوصاً البيانات اللي خرجت من السعودية ومصر كأغلب باقة الدول العربية بيانات متشابهة جداً لا تحمل رفض ولا موافقة كاملة كده انت عارف انت اللي هي البيانات مزفلتة كده بنقول عليها في مصر اللي يعني تحس انه تيجي تمسكها تزفلت جاريت كوشنر مستشار ترامب والصديق الصادوق لابن سلمان أجاب عن هذا السؤال بخصوص مشاركة السعودية 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 وت其实ر Kasحها بخصوص مشاركة سعود ني لم يقلق أي ساودية. إسرائيل يحب بإران. ساودية يحب بإران. لديهم مجدداً. ونحن نستطيع أن نعطي الناس معين على ذلك. والمعنى في معدة الشعر. فضيع وهو برد. قال لك إحنا ما قتلناه سعودي واحد. حصل. وزي ما قال المتصاهين السعودي قال لك إحنا إسرائيل عمرها مسببت لنا مشكلة. حصل. هيا. كوشنر تحدث عن السعودية ستحب سبقة القرن. I do believe they'll like a lot of concepts that are in this plan and I do think that they see it's in Saudi Arabia's interest to have this conflict ended. Because this conflict is held onto by a lot of the radicals and Saudi right now is fighting against extremism. So this is the existence of this conflict is distorted by extremists to radicalize people and Saudi Arabia would like to see that end. فضل الله مبارح قلت لحضراتك إن مصر والسعودية طلبوا بإلحاح حدنة. يعجبني جدا حسابات المخابراتية من مبارح في مصر ديوش الكترنية ومعها بعض السعودية السعودية مدخلتش بتقولها لحد دلوقتي. أنا بقول لهم أنتم متأخرين. كلهم مجمعين يقول لك وإذا طلعت الصفقة وفين الأراضي اللي قال عليها معتز إنها تتخذ من مصر وفين البتاع اللي اتعامل لا بسقى للقرن من غير مصر والسعودية ولا خطة ولا فكرة للخيانة من غير مصر والسعودية ولا أي اتفاق سابق أو لاحق غير مصر والسعودية عايز أقول لك حاجة ما بيدهشكش كده في لقطة مهمة جدا هي أليمة جدا بس هي مؤلمة جدا وبزعم إن هي دقيقة جدا شوف أسوأ لقطتين ممكن يكونوا حدثوا في العالم العربي من سنة خمسين خمسين يعني كان من سبعين سنة نجبة سبع وستين اللي ألعنا فيها هتلي الخريطة اللي خدناها في الأول يا جماعة كده قبل سبع وستين وسبع وستين بقى الوضع عامل إزاي خريطة اللي خدناها في الوطن في الصورة بشكرك بص حضرتك سبع واربعين ده الوضع سنة سبع واربعين سبع وستين بص الدنيا تقلصت إزاي جوه الأراضي الفلسطينية ده في ست ساعات في ست ساعات تقلصت مساحة فلسطين للمساحة دي في ست ساعات مع بطل الولى حاجة ده غير الضفة والجولان وسينة وغير الأردن يعني وقطع كبيرة جدا ست ساعات هكذا كانت وهكذا أصبحت ده قبل دي كمان ده قبل ما تتدخل بيوش العربية في سنة تمانية واربعين فلما أسوأ لقطتين بقول لحضرتك عليهم في الوطن العربي هو نجبة سبع وستين وبسقط القرن يدهشك إن في اللقطتين دول اللي بيستولي على مقاليد جاءت تلك اللقطتين جملة دي بزعوا منها مهمة جدا يا جماعة حطوها زي الحلق في ودانكم اللي كان مستولي على كل مقاليد الأمور في مصر بنسبة مية في المية هو الجيش المصري يعني في سبع وستين كان الجيش جنرالات الجيش هم اللي مسكين كل حاجة الجرائد والتموين والبقلات والسينما والأفلام الممنوعة والأفلام اللي مسموحة وكل حاجة كل حاجة وما فيش سياسة وما فيش حاجة كل البلد جنرالات جيش قدته قتل السياسة ناسه المعتقلات جنرالات فجاءت النكبة الكبرى عشرين 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 تسعتاشر مسخة القرن أيضا تأتي وجنرالات العسكر في مصر مسيطرين على البلاد بنسبة مية في المية بلد متعسكرة تماما ومتقفلة بالسوسة في كل حاجة جنرالات في كل حاجة مسكين كل حاجة توحش نشاطهم الاقتصادي توحش نشاطهم السياسي توحش نشاطهم الاجتماعي توحش نشاطهم التقافي الفني مسكين كل حاجة كل حاجة فتأتي هذا المشد بتجي تقول للناس الغلابة اللي قاعد يقولك تقوله يا عمي يا عمي ما احنا جربنا اللعبة كل مرة ناخد على أفانة لازم نغير اللعبة لازم الحياة تتحول لمدنية اوه هتقول كده مش خاونا طب فشلة ماشي يا فشلة فشلة استنفذوا كل وسائل المساعدة يعني هاتين النكبتين جرت والعسكر لا ينازحهم منازع في حكم مصر اللي فكر بس اللي بيفكر بس لا مقتول لا محبوس لا معتقل لا مطارد لا مختفي قصريا لا إلا خارج كل النطاقات زي يا مصطفى النجار لا انت عارف تحطه تحت أي بند ما منزل المساعدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة